قال وزير الدفاع الإسرائيلي وعف جالنت أن إسرائيل لديها فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد إيران بعد تصدي عدة دول للهجوم الكبير الذي شدت طهران بطائرات مسيرة وصواريخة في بيان له أضاف جالنت أن صد الهجوم جاء بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى من جانبه قال بياني جانس الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي قال إن إسرائيل ستجعل إيران تدفع ثمنة شنها هجوما ضخما بصواريخ وطائرات مسيرة عندما يحين الوقت المناسب وأضاف أنه سيتم تشكيل تحالف إقليمية